مساء الخير او صباح الخير لمتابعي قناة فيا زين الدولشلاند انا عبدالهادي رجعت للكم اليوم بفيديو جديد للاشخاص المهتمين يبيعوا سياراتهم وشو هو موقع فيا كاوفين داين اوتو وشلون كانت انا اجربتي شخصية مع هذا الموقع خلينا نرى التفاصيل سواء بكمالة الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية متعبير قناة فيا زين الدولشلاند مثل ما حكيت ببداية الفيديو اليوم الفيديو سيكون عن تجربتي مع موقع فيا كاوفين داين اوتو شو هذا الموقع وهل ياتوره هو موقع منيح للشخص يبيع سيارته عن طريقه او لا وحقول بسم الله الرحمن الرحيم موقع فيا كاوفين داين اوتو هو موقع اونلاين بتقدر انت تعرض عليه سيارتك بالمعطيات اللي انت ستعطيها فهو يعطيك تقييم المبدئ لهاي السيارة قديش بتسواف فكانت انا تجربتي معه انه ادخلت له معلومات سيارتي اللي انا بدي بيعها فقيم ليها بشكل مبدئي 821 يورو فانت وقت بتساوي هذا التقييم الاونلاين بتقدر تتواصل معه فورا او بتقدر تساوي موعد عن طريق اونلاين وبتقدر عن طريق التليفون وبتشوف الورشة القريبة منك تقريبا بكل كرايس فيه هو ورشة لموقع فيا كاوفين داين اوتو انا حددت موعد ورحت على هذا الموعد وشافه السيارة فهو بيصور السيارة بشكل عام يصاري فيها لفة بسيطة بداخل ورشة هي ورشات كبيرة وبيصور السيارة متل ما ذكرته بيفتغطها بيتور بيشوف السيارة اذا فيها صده بيصور النعرات او بيصور مثلا اذا في ضربات خفيفة بالسيارة اذا فيه صده عنده الرفرف من تحت انا ما رفع لي السيارة يعني ما شاف السيارة من تحت بس هو بيفحصها بشكل عام وبيصورها وبيدخل معطيات هو عنده وقال لي انه مساء او غدا بيصلك ايميل منه بسعر التقديري او سعر الثابت للسيارة اذا انت بدك تبيع وهذا العرض طبعا بيكون شغال لمدة خمسة ايام فانا بعد بيوم وصلني منه ايميل بقيمة السيارة مية وسبعة وخمسين يورو فقط لا غير قيمها فطلعت هو تقييم السيارة عندهم هذا التقييم المبدئي من الشركة يعني خينا اقول الاساس بعدين بيساوي عليها هنه مثل المزاد بيعرضوه عن طريق الموقع الخاص فيهم عن طريق الورشار اذا حد بدك تريه او لا فكل مثلا يوم هنه بيساوي العرض لمدة ثلاث ايام وكل يوم او كل خينا اقول ساعة او ساعتين بيجيك عرض جديد هل يا تورا انت بتوافق عليه او لا مثلا انا اجاني اول شي مية وسبعة وخمسين يورو debatين اجاني عرض جديد من رفعوا لالميتين وسبعة بعدين اجاني عرض رفعوا للميتين وخمسين بعدين اجاني عرض رفعوا للثلاثمية يعني السيارة الي هنه قيمه 821 يورو وصلت اكتر شي لثلاثمية عند هذا الموقع ففعليا هذا الموقع هو بيكثر لك بحق السيارة او ربما على حسب السيارة ايضا بجوز ان السيارة الي كنت عم في يتوف. فربما لو كان في يتوف كان السعر افضل من هيك. يعني بشكل عام انت ما لك خسران شي لانه هو الموعد اللي انت ستساويه هو موعد مجاني وبيفحصو لك السيارة بشكل مجاني وبيقيمو لك ياها. ان كان عن طريق اونلاين وان كان عن طريق انها تروح على الورشة وتورجيونيها. هذا طبعا كله مجانا. فالشخص ما لك خسران شي اذا مثلا قيم السيارة وشاف انديش بتسوى بسوق السيارة ويضيف فوق مبلغ فهو هذا السعر اللي بيكون بتسوى مثلا اذا بدأ يبيعها. عن طري موقع الاي باي او عن طريق موقع مثلا الموبيل دوت دي اي. اه مثل ما الكلب يعرف في اكتر من موقع اكثرهم هو الاستعمال هو الاي باي بتقدر تعرض سيارتك عن طريق الموقع وتجو وتحط السعر اللي بدك يا او مثلا بتخلي السعر مفتوح انه الناس تتحدد هذا السعر. يعني بشكل عام انا هي كانت تجربتي مع هذا الموقع انا برأيي الشخصي الواحد يروح يشوف تقييم السيارة قديش واذا عجبوا السعر وفعلا كان هذا هو سعر يبيع لانه هو ريح له ما يعرض السيارة وناس ايجي تشوفها او لا او اذا ما عجبك شسعر انت حر التصرف تقدر تاخد السيارة وتروح وما تقبل بالعرض اللي هنا سيقدمو لك يا لمدة خمس ايام بعد خمس ايام بيكون العرض منتهي فانت حر يا اما بتقبل بهذا العرض او لا. وهلأ خلينا ننتقل على شاشة الكميوتر خليني اعرض لكم البيانات كيف الواحد يدخل عن طريق الموقع ويشوف التقييم المبدئي لهاي السيارة اللي هو عم يقدم لهم ياها. السلام عليكم مرة ثانية. مثل ما ذكرت هذا هو الموقع اسمو فيا كاوفين تفتح وهي الصفحة بتلاقوها بتوصيف الفيديو مثلا هاي الصفحة الرئيسية عمل لك تختار ماركة السيارة فخينقول هي تفويوتا على سبيل المثال تختار السيارة بعدين بتختار الموديل خينقول مسلا سيارات الاقديمة هي اليارس وتحطر له هي انتاج انو سنة او صناعة انو سنة بتحط الفين وتنين بتحط يتست اوستنلوس بيفيرتون هلا هون هو بيفتح لك بعض المعلومات الاخرى انه هي شو ليموزين ولفان ليموزين وشو هي مواصفاتها بالضبط مثلا هاي هي واحد فاصل صفر خمسين كايفية تمانون ستين بي اس بعدين بتختار اسمها وعدد البواب مثلا انو هي انو نوع من من هادول فكانت السيارة خينقول هي اللونا هينها مثلا هاي هي اوتوماتيك لا هاي هي بعدين بتحط له عداشية ماشية خينقول احد المية وخمسة وسبعين الف وبتعطي الايميل الخاص فيك انا هادا ايميل تمام تمام ما مشي الحال ايه عافوة اوكي مشي الحال ب Constant email.com ايه بالعربي g email.com اوكي بعدين بتحطلmaan بيفيرتون على زين انه هتطلب تشوف التقييم المبدئي فهنا مثل ما انا شايفين عطوني التقييم الخاص فيني هو 814 يورو بس طبعا هذا الرقم هني ما بيدفعوا له كيامة ما ذكرت انا دفعوا لي حد اقصر على هما ما اظن 350 وانا ما قابلت بالعرض انه كان كتير خيص بس انا مثل ما ذكرت ما كان فيه توف السيارة فهون هلا احنا منشوف المكان القريب منه مثلا انا ساكن من دين فهذا المكان القريب مني وبتضع له مثلا بعدين ارمين بوخون امتى انت بدك الموعد خلينا نقول نهار الثانين الساعة الثانتين بتضع اسمك مثلا بعدين ارمين بوخون امتى انت تليفون الخاص فيك فانا ما بدي هلا احجز الموعد فاذا انت بدك تحجز الموعد بتحط له يتسبوخون كابش ليسن وهو بيعطيك اما في موعد بهذا الموعد او بهذا الوقت عفوا او لا اه هيك هو حجز الموعد انسيت انا اذكر شغله في حال انت وافقت انو تبيعهم السيارة فانت بتاخدهم السيارة مرة تانية مع كامل وراقه بتاخد معك بسكرت البنك الخاص فيك وراق السيارة وهنن بيعملوا اب ملدون للسيارة وبيحاولو لك المصاري باسرع وقت ممكن وطبعا الاب ملدون هن بيساولو لك مجانا هو بيكلف بالعادة سبعة ونص يورو بس مثل ما ذكرت يفضل ان انت مات بي عن طريق انت بس قيم السيارة عن طريق ونخليفها في حصلك ايها بشكل عام يعني انو اديش بتسوى والرقم اللي بيعطوكي هو بيكون بزيد اكتر من هيك وهيك بها الحالة بيكون خلص الشيارة رح لك على الكميوتر بتوكم باكمالة الفيديو وهيك بكون وسط لنهاية الفيديو لا تنسون الدعاء دعم نكشير القناة للفيديو لعل وعسد تكون هاي الفيديوهات جيدة وفيديوهات انتو عم تستفيدوا منها عم بقدر اطرح التجارب اللي عم تصير معي الشي اللي انا عم عيشه بيهي البلد وعطيكم عنه عم صالة الاضواء على بعض الشغلات اللي انتو ممكن تستفيدوا منها مثل هذا الفيديو ومثل هذا الموقع لا تنسون الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشوفكم بفيديو جديد اشتركوا في القناة